اشتركوا في القناة 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 للتحكيم وكان ظن بأن الحكام خذوا تجربة في التربوس وخذوا التعليمات اللي غيرتطبقوا وكوردين لها دسميته وإنما كان التربوس كانت فيه خدمة كثيرة كانت فيه التروت شارجي وكان ظن بأن الحكام الآن كانت توفره بأن الجامعة الملكية المغربية لكورد القدم واللجنة المركزية للتحكيم والموديل الوطني التحكيم كانت توفر للحكام اللي إن شاء الله غيرتطبقوا التعليمات التي تعطيتهم وتتبقوا التقنية في أحسن الظروف وفي الأسبوع الماضي كان هناك فوج داني أيضاً لهم حكم الشباب اللي يدعبوا البطولة دو وأيضاً اخذوا الكوزان اخذوا المقابلات في اللي تحكيم اخذوا التربوس لهم وكان ظن إن شاء الله رحمه رحمه البروغرام كما قلت لك لأنه يمشون الأكاديمية تما فين كاميرات محمد السايش تما فين كديروا يعني جميع السيقنس اللي يمكن إطراف المقابلات كان الفريق اللي كانت تما فين كديروا دي السيقنس وكما قلت لك تحت إشراف الخبراء كان التربوس لهم لأن الحكم الآن وكانوا يعني تبدو المهزة المقابلات البروغرام وكانوا اخذوا Yeah le المقابلات إنما أعتقد أنه سيكون معرفة عمليا وأنه سيكون هناك إشكال كبيرة ونأت أداء أنه سيكون هناك إشكال كبيرا ونأت أداء من المقرات وأنه سيكون هناك إشكال الكبير موسيقى رحمة الله وأي حاجة يسفر على الاربيتر يمشي تأكدوا ولا يدخلوا عدوك ديال لفار حكام الحكام المساعدة ديال لفار ولا يدخلوا في جميع الحالات لا يمكنش نكتافيه فقط لمشرية بعض النقاط اللي ذكرنا هما اللي عندهم تدخل ونتمنا إن شاء الله كما قلت لك مهد لأدد كتير ومهد لكاليت ديماج كينا وراك نظن ما يكون هناك أي مشكل لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيدي